بالأغلبية المطلقة صوت مجلس النواب الاثنين على الحسابات الختامية للسنوات الأربع التي تمتد من عام 2008 وحتى عام 2011 نواب عن بعض الكتل أبدوا اعتراضهم على ما ورد في هذه الحسابات التي كشفت عن هدر وضياع للمال العام من خلال عدم تسوية وتزديد مبالغ ضخمة لسلف مالية قدرت بـ 124 تريليون دينار عدم تسوية سلف مالية تجاوزت 124 تريليون أشارت فيها دائرة المحاسبة بوزارة المالية إنها ليس لها أوليات أصلا أو فقدت ما يعني ضياع المسؤولية والتقطية على من قام بهدر المال العام وبنفس قيمة العجز المالي والبالغ أكثر من 21 تريليون دينار أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2017 والتي قدرت بـ 100 تريليون دينار مع احتساب سعر برميل النفط الخام بـ 42 دولار بنود الموازنة الاتحادية جوبهت بتحافظات من بعض الكتل ما يقدم إنه يصلح أن يكون ملحق لقانون موازنة لبلد مثل العراق يعني من مشاكل مستعصية وهي بحاجة إلى حلول جذرية القانون عبارة عن أرقام صماء كأنما هي حسابات لمؤسسة من أي نوع كان تجارية ليس فيها أي رؤية استراتيجية لعملية النهوض بالاقتصاد العراقي بالتنمية الوطنية كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع التعديل الأول لقانون العفو العام ليستضيف بعدها وزير التربية محمد إقبال الذي أجاب على سؤال شفهي قدم من أحد النواب وقد يواجه الوزير مصير الاستجواب في الجلسات المقبلة بحسب نواب عن لجنة التربية قدمت ملف استجواب وزير التربية لعدم قناعتي بما قاله حيث لدي أدلة كبيرة تشوف ملفات فساد قضية طبع الكتب وتأليف الكتب أضافة إلى ملفات أخرى فيما اختتم المجلس وأعماله باستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقد جرت مناقشة معدلات المجموعة الطبية محمود فؤاد الحرة بغداد